مطالب تعجزية غير قابلة للتنفيذ ووساطات دولية تواصل سعيها لرأب الصدع هكذا بدأ مشهد الأزمة الخليجية في يومها التاسع عشر أزمة لا تزال الدوحة تعتقد أن حلها يمكن أن يتم عبر الحوار لكن دول الحصار تواصل تصعيدها إلى أعلى المستويات بالأمس أرسلت تلك الدول مطالبها التي طال انتظارها لكنها مطالب ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ كما وصفها الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي الذي جدد تأكيده بأن بلاده قالت منذ بدء الأزمة وما تزال تقول إن الحصار ليس لمحاربة الإرهاب كما تدعي تلك الدول بل للحد من سيادة دولة قطر والتدخل في سياستها الخارجية بانتظار أن ترد الخارجية القطرية بشكل رسمي على مطالب دول الحصار بعد دراستها فإن تلك المطالب لم يتم الإعلان رسميا عن فحواها ما تم تداوله لم يكن إلا تسريبات تنقلتها وسائل وإعلام لقائمة تضمنت ثلاثة عشر مطلبا من بينها تخفيض التمثيل الدبلوماسي بن قطر وإيران وأغلاق قناة الجزيرة وتسليم المصنفين على أنهم إرهابيون ويوجدون على الأراضي القطرية وأشارت التسريبات إلى أن الدول المحاصرة أمهلت الدوحة عشرة أيام لتنفيذ تلك المطالب وإلا فإن تلك الطلبات ستعد لاغية وفي الخضم تستمر المساعد الدبلوماسية قدما أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يهاتف أطراف الأزمة علّه يجد أرضية مشتركة تتوازن فوقها كل المواقف وعبر الأطلسي يأتي الموقف الأمريكي بعد مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني ونظيره الأمريكي ريك ستيلرسون الموقف جاء على لسان المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر الذي أعرب عن اعتقاده بأن ما تعيشه بعض البلدان العربية من أزمة مع دولة قطر يحد شأنا عائليا وأن بلاده مستعدة للمساهمة في تجاوز هذه الأزمة في حال طلب منها ذلك عبر الأطلسي عرض آخر للوساطة وهذه المرة من الأمم المتحدة التي قالت المتحدثة باسمها إيري كانيكو إن المنظمة الدولية تأمل أن تحل الدول المعنية الوضع من خلال الحوار وأن الأمم المتحدة جاهزة للمساعدة إذا طلبت منها الأطراف ذلك